اشتركوا في القناة بدورها سنكرت دولة الكويت ما قام به الحوتيون وصفة ما حدث بالتطور الخطير واشار امير دولة الكويت سمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح الى ان هذا العمل العدائي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية من جاتها اوضحت منظمة التعاون الاسلامي ان الميليشيات الحوتي تنفذ مخططات تأمرية ضد المملكة العربية السعودية مشيرة الى ان هذه المحاولة الاثمة تؤكد استمرار ميليشيات الحوتي في اعمالها الاجرامية المزعزعة للامن والاستقرار